بمناسبة برضو خلي بالك القطاع الطبي اللي حالك بتتكلم عنه ده احنا شفنا انا شفته قريب يعني عشان الموضوع ده انتشر جامد جدا وانا حتى كلمت ميدو ساعتها عشان هو حتى وهو طلع يتكلم في هذا الامر قال ان دكتور الناديد قال لي هو اللي انقذ ابنه لما بلع لسانه فده المعنى اللي احنا بتتكلم عنه على فكرة الدكاترة بتوعنا اغضوا كورسات من بعد المشكلة اللي حصلت في البطولة وحد عمل احصل مشكلة الدكات التانية خبت نفس الكورس والله يعني احنا متطورين في كل حاجة في الناحة الطبية بالذات في النادي مفهاش مفهاش تهليم على رغم التكلفة على رغم التكلفة يعني انت بتتكلف تعمل اجهزة كاملة لان انت عاستعملها كويسة مش عايز حاجة تبقى صغرة في النص يعني انت عندك في كل فرقة دكتور وعندك رئيس جهاز طبي يعني فما يعني موضوع ما انا بقولك دي يعني لما تيجي تحسبها هتلاقي تكلفة تكلفة طبعا تكلفة تكلفة كبيرة شوية بس في الاخر انت بشوف منتج كويسة يعني دي حاجة